السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو إذن دائما في سلسلة بايونير رأيتكم طريقة فتح حساب بايونير طريقة فتح حساب بايبال طريقة تفعيل بايبال بحساب بانكي لبايونير إذن من لم يشاهد هذه الحلقات ستركوا لكم الرابط في الوصف في صندوق الوصف أو الديسكريبشن إذن نمر مباشرة كيف سنقوم بتحويل رصيدنا في البايبال إلى بايونير وما هي الاقتطاعات وكم هي المدة التي سيستغرق إذن سأجرب معكم نحن الآن في عشرون شهر أربعة مع الخامسة تقريبا إذن هذا هو المبلغ الذي لدي ستذهب إلى وليت بطبيعة الحال ثم هذا هو المبلغ الذي أمتلك وهنا سنضغط على transfer funds ثم هنا transfer to your bank طبيعة الحال هذا والبنك الذي قمت بربطه في الفيديو السابق سأقوم باختياره ثم بعد ذلك سأقوم بضغط على next إذن هل تريد هنا يسألك هل تريد تحويل المبلغ كله أو تريد فقط جزء فقط فقط 10 دولار يعني يمكنك اختيار المبلغ الذي تريد أنا سأقوم بتحويل الرصيد كاملا ثم سأضغط على next إذن جيد هنا يعطينا يعني ملخص إذن هذا هو الحساب دوار رصيدي في البايبال هذا هو الحساب البنكي في بايونير ما هي يعني الاقتطاعات free يعني لا يوجد اقتطاع بايبال سيرتل المال بدون اقتطاع وسنرى في بايونير هل سيكون اقتطاع وكم هي المدة إذن نضغط على transfer جيد لقد تمت العملية بنجاح سأقوم بقطع الفيديو وحين التوصل بالمبلغ نكمل الفيديو إذن كما تلاحظون أقل من 24 ساعة توصلت بالمبلغ في بايونير وإذا قمنا بالنزول هنا وقمنا بالضغط على يعني transaction سيقول لنا يعني بايونير ليس بايبال فإنها بايونير شركة بايونير اقتطعت 1% يعني إذا قمنا بقسمة هذا الرقم على 100 سنجد تقريبا 0.19 إذن يتم اقتطاع 1% من طرف بايونير إذن هذا كل ما في الأمر بنسبة هذا الفيديو في الفيديو المقبل إن شاء الله سأريكم يعني طريقة سحب سحب هذا المال هذا سحبه إلى حسابك البنكي في بلدك نلتقي في فيديو آخر السلام عليكم اشتركوا في القناة